الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فيا أحبة الكرام هذا لقاء من لقاءات العلم نتدارس فيه شيئاً مما يتعلق بطلب العلم من جهة مشروعيته وأحكامه وآدابه وبعض المعوقات التي تكون فيه لعل ذلك أن يكون من أسباب رضا رب العزة والجلال عنا إن طلب العلم عمل صالح عظيم الأجر كثير الثواب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وقال صلى الله عليه وسلم من خرج يطلب علماً فهو في سبيل الله حتى يرجع وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وتعلم القرآن لا يقتصر على تعلم الحروف وإنما يشمل أيضاً المعاني والأحكام فمن تعلم أحكام الشريعة فهو ممن تعلم القرآن لأن هذه الأحكام تستقى من كتاب الله جل وعلا ولذا كان من فضائل طلب العلم خصوصاً في المسجد ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليه مستكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ولذا فهذا المجلس الذي أنتم فيه من المجالس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس أصحابه في المسجد ويواظب على ذلك ويتخولهم في الموعظة كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده بعض أصحابه يتدارسون فدخل ثلاثة نفر المسجد فأحدهم وجد فرجة في الحلقة فدخل فيها والآخر جلس وراء الحلقة والثالث أدبر خارجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بمثل الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه ولا شك أن حاجة الأمة شديدة لوجود العلماء وطلبة العلم فإن بوجودهم تتحقق فوائد كثيرة من بيان أحكام الله جل وعلا ومن إرشاد الخلق والقيام بالبلاغ التام الذي يترتب عليه صلاح أحوال الناس ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس روسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا ولذا تواترت النصوص بالتشديد على التحذير بالتشديد والتحذير من أن يقول الإنسان على الله بلا علم بل جعلت النصوص ذلك من الكذب على الله تعالى قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا يوجد أحد أشد ظلما من أولئك الذين يكذبون على الله قال جل وعلا وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ومن هنا فإنا حاجة الأمة شديدة لوجود العلماء ولن يكون هناك علماء إلا بالسير في المشوار العلمي بطلب العلم وتدرج فيه والانتقال من مرحلة إلى مرحلة لقد جاءت النصوص ببيان مكانة العلماء ورفعة درجتهم يقول تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقول جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولذا أمر الله جل وعلا بالرجوع إليهم وسؤالهم عما يشكل في دين الله قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى فاسأل به خبيرا بل إنه عند ادرهام من الأمور واضطراب الأحوال ووجود الأمور التي تقلق الخلق أمر الله جل وعلا بمراجعة العلماء كما في قوله سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم والذين يستنبطونه هم العلماء ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فمعنى هذا أنه إذا ترك الناس اتباع العلماء والسير على أقوالهم فإنهم سيسيرون على ظلالات الشياطين وسيبتعدون عن دين رب العالمين ويقول جل وعلا ويقول جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ومما يدلك على فضل الفقه في الدين وتعلم أحكام شرع رب العالمين قوله جل وعلا قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين يعني أن من لم يتفقه في دين الله فإن الله لم يرد به خيرا فانظر إلى مقدار ما عندك من الخير ووازنه بمقدار ما عندك من الفقه في دين الله إن الأحاديث النبوية التي جاءت بتفضيل العلم والترغيب فيه جعلت جماهر أهل العلم يفضلون عبادة طلب العلم على غيرها من العبادات غير المفروضة ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه إن طلب العلم له آثاره العظيمة في الأمة فهو من أسباب رضا الله جل وعلا ومن أسباب ابتعاد الناس عن الخرافات والبدع والشركيات ومن أسباب صلاح أحوال الناس ولذا يحسن بالإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بطلب العلم ما تستطاع لذلك سبيلا ومن فضل الله جل وعلا علينا في زماننا الحاضر أن قد هيأ لنا من الأسباب والوسائل الكثيرة التي نتمكن بها من طلب العلم بسهولة ويسر فمن ذلك أن الله جل وعلا هيأ لنا من المخترعات الحديثة ما يكون من أسباب انتشار العلم وتيسير الحصول عليه لمن رغب فيه ومن ذلك ما نجده في مجلسنا هذا فهذا مكبر الصوت الذي يوصل الصوت إلى مواطن بعيدة وهذه طرائق التسجيل التي يمكن أن تكون سببا من أسباب طلب العلم من خلال البث المباشر أو من خلال تسجيلها وبثها ووضعها على وسائل التواصل المختلفة بأنواعها وهكذا يسر الله جل وعلا لنا في زماننا الحاضر من وسائل الإعلام ما يمكن أن يكون سببا من أسباب نشر العلم وانتشاره ومن هنا علينا أن نتقرب إلى الله جل وعلا بطلب العلم من جهة وبالحرص على ترغيب الآخرين في طلب العلم وحثهم عليه ليكون ذلك من أسباب رفع درجاتهم وإعلاء منازلهم ورضى رب العزة والجلال عنهم وهناك بعض المخذلات والمعوقات التي توجد عند بعض الناس تجعلهم يزهدون في العلم ولا يرغبون في التعلم فلعل يستعرض شيئا من ذلك لنتدارس في أسبابه وطرائق علاجه فمن ذلك ما قد يوجد عند بعض الناس من الدعاء أنهم لا يحفظون وبالتالي يتركون طلب العلم وهذا خطأ منهم فإنك بمجرد سماعك للعلم تؤجر ويكون هذا من أسباب رضى الله عنك سواء حفظت أو لم تحفظ فبذلك تستغل وقتك عندما تطلب العلم ولو لم تكن تحفظ على أن الناس يحفظون ويبقى في أذهانهم وأفكارهم الكثير من المعلومات وإن لم يكونوا ممن يدركوا أنهم قد حصلوا تلك المعلومات وسأضرب لكم مثلا هذا هو الواحد منكم يدرس السنوات الطويلة في المدارس العامة ثم يظن أنه لم يستفد شيئا بينما هو قد استفاد شيئا كثيرا تمكن من قراءة وكتابة وعرف طرائق الحساب وحفظ من المعلومات العامة وتمكن من أداء شعائر دين الله بمثل هذه الدراسات ولو قلت له ما الذي حصلته من هذه السنوات الطوال في الدراسة فقد يجيبك بأنه لم يحصل إلا القليل بينما هو قد حصل شيئا كثيرا ومن العوائق التي تجعل الناس ينفرون عن العلم تلك الدعايات المضللة التي يقولها بعضهم بالتزهيد في العلم والترغيب في تركه وهذه مقالات تخالف شرع رب العزة والجلال فكم من آية في كتاب الله وكم من حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغب في طلب العلم وترتب الأجور العظيمة لطالبي العلم ومن طرائق التزهيد عند بعض الناس في طلب العلم أنهم يقولون لن يحتاج الناس إليك عند الناس من العلماء ما لا يجعلهم يحتاجون إليك ولم يعلموا أن طلب العلم عبادة ترضي الله حتى ولو لم يحتاج الآخرون إليك ثم كم من إنسان كان يظن أنه لن يحتاج إليه في تبليغ العلم ونشره فكان الأمر بضد ما يظنه عندما طلب العلم ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لصاحب له من الأنصار لنذهب إلى زيد لنتعلم منه فقال له الأنصاري أو تظن أن الناس يحتاجون إليك فما هو إلا قليل فإذا بالناس يعودون إلى ابن عباس يسألونه عن دين الله حتى كان كما وصفه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود كان ابن عباس ترجمان القرآن إن العبد المؤمن لا يلتفت إلى ما يلقيه الشيطان من الوساوس في قلوب بعض العباد فيقول لهم إن هناك اختلافات كثيرة لا تستفيد من معرفتها تشوش عليك الذهن عند طلبك العلم وبالتالي يزهدون في مثل ذلك فنقول لهم بأن معرفة الأقوال والاتجاهات والاختلافات العلمية الفقهية من أسباب قدرة الإنسان على الترجيح بين هذه الأقوال وتمييز صحيحها من ضعيفها وبالتالي يدرك الإنسان مرتبة عالية في دين الله بسبب ذلك لقد ذكر الله جل وعلا مراتب أهل الجنان في قوله سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فقدم في هذه الآية ذكر الأنبياء وهؤلاء قد اختصهم الله بمزية ليست إلى العباد هي فضل منه جل وعلا لا يتمكن أحدكم من الوصول إليها كيف وقد قال الله جل وعلا وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والمرتبة الثانية مرتبة الصديقين والمراد بالصديقين من صدق ما جاء عن الله وعن رسوله فهؤلاء هم العلماء الذين عرفوا أحكام الله وعرفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فجعلهم بمرتبة ثانية من رتبة من أحسن وأما الرتبة الثالثة فهم رتبة الشهداء الذين قد وصلوا أعلى درجات الجهاد ببذلهم أنفسهم في سبيل الله جل وعلا وأما الرتبة الرابعة فرتبة الصالحين ولذلك نعلم أن رتبة الصديقين ومنهم العلماء هي أعلى المراتب وحينئذ نشرع في ذكر شيء من الآداب التي على طالب العلم أن يراعيها وأن يجعلها بين عينيه فأول تلك الآداب الإخلاص لله تعالى بحيث تكون نية الإنسان في طلبه للعلم نية خالصة لله جل وعلا يريد بذلك أن يرضي الله ويريد بذلك أن يحصل على الأجر الأخروي إن النية الخالصة تكون بهذين الأمرين نية إرضاء الله ونية الحصول على الأجر الأخروي قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً وقال جل وعلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً ولذلك علينا أن نخلص في ذلك فليس من إخلاص النية أن يقصد الإنسان بطلبه العلم أن يكون له مكانة مرموقة ولا أن يقصد بذلك أن يقدم في المجالس ولا أن يقصد بذلك أن يكون له مكانة وشهرة بين الخلق ولا يقصد بذلك أن يقبل الناس رأسه أو غير ذلك من بدنه بل ينوي بطلبه للعلم وبنشره للعلم أن يرضي الله وأن يحصل على الأجر الأخروي وقد ورد عند أهل السنن من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لينال شيئاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يعني رائحتها وجاء في حديث آخر بأن من طلب العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء لم يدخل الجنة وحينئذ علينا أن نحذر من أن يكون عندنا رغبة في شيء من أمور الدنيا بطلبنا للعلم وإذا تقرر هذا فإن الناس فيما يتعلق بالعبادات ومن تلك العبادات طلب العلم على أربعة أصناف الصنف الأول من طلب العلم لله لينيله الآخرة فهذا موحد مؤمن له الأجر العظيم والثواب الجزيل وهو الذي وردت النصوص في تفضيل أهله والثناء عليهم والصنف الثاني من الناس من يطلب العلم لله لينيله الدنيا فهذا ليس له من الأجر شيء لأنه لم يقصد الأجر والثواب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن نوى الدنيا بطلبه العلم لم يكن له أجر في الآخرة وإذا وفد يوم القيامة ولم يكن عنده شيء من الأعمال التي يريد بها الآخرة ورد خالي الوفاض ليس معه من الحسنات شيء يقول تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ويقول جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وهكذا بقية العبادات يحذر الإنسان من أن يكون قد عبد الله بها لينيله الدنيا فإنه بذلك يضيع أجره وثوابه فمن الناس مثلا من يدعو الله جل وعلا للأمر الدنيوي ويقصد بهذه الدعوة مجرد الأمر الدنيوي فهذا يفوت على نفسه الأجر والثواب ومثله من كان من أهل الأذكار التي يقصد بها دفع العين أو إبعاد شر الحسدة والسحرة فإنه بذلك لا ينال أجراً ولا ثواباً لأنه لم يقصد الآخرة بهذا الذكر وأما الصنف الثالث من أصناف الناس فيما يتعلق بالعبادات ومنها طلب العلم من يطلب العلم من أجل رياء الخلق فهذا شرك أصغر لا يخرج به صاحبه من الملة لكنه يأثم به الإثم العظيم فمن طلب العلم من أجل أن يكون له المكانة والمنزل بين الناس فأولي يتحدث الناس بالسناء عليه فقد دخل باباً من أبواب الشرك الأصر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصر الرياء وقال صلى الله عليه وسلم مرى آراء الله به ومن سمع سمع الله به فالرياء محبط للعمل مبطل لأجل صاحبه وأما القسم الرابع من أقسام من يطلبون العلم من يتذللون لغير الله بطلبهم للعلم ويعبدون غير الله بذلك الطلب فهذا من الشرك الأكبر الذي يحبط أجر صاحبه وعمله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما النوع الثاني من أنواع الآداب التي يحسن بطالب العلمي أن يجعلها أمام عينيه فأن يكون حريصاً على اتباع السنة يسير على أهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن رب العزة والجلال قد أمرنا بذلك وجعله طريقاً من طرق محبة الله للعبد كما قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وكما قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وليوم الآخر وذكر الله كثيراً فلا يجوز للإنسان أن يحدث عبادات لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا وحينئذ على الإنسان أن يكون سائراً على السنة مكتفياً آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم وأما الأمر الثالث من آداب طلب العلم فهو أن يحكم لإنسان الكتاب والسنة في كل ما يرد عليه من القضايا سواء كانت في أمور العقائد أو في أمور الأعمال والسلوكيات أو كان في الأمور القلبية كما قال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فرده إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً وقال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ومن هنا فعل الإنسان أن يعود إلى هذين الأصلين العظيمين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ثم قال يعيظكم به فالكتاب هو القرآن المجيد والحكمة هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن الآداب التي يحسن بطالب العلم أن يكون مركزاً عليها أن يهتم بالتمييز بين صحيح الأقوال وضعيفها فليس العلم بمعرفة الأقوال وإنما العلم بالتفريق بين القول الراجح وغيره من الأقوال فمن عرف أقوال العلماء ولم يكن عنده قدرة على التمييز بين راجحها من مرجوحها فإنه لم يزدد فإنه لم يزدد إلا حيرة وابتعاداً وشكوكاً أما من كان عنده القدرة على التمييز بين صحيح الأقوال من ضعيفها وراجحها من مرجوحها فهذا هو الذي قد قبض العلم وأمسك به وطرائق الترجيح بين الأقوال تستند على الكتاب والسنة ولها طرائق متعددة تعرف عند أهل العلم بطرائق الترجيح فإن الترجيح بين الأقوال وبين الأدلة المتعارضة له طرائق متعددة سواء منها ما عاد إلى الإسناد أو عاد إلى المتن أو عاد إلى المدلول ومنها ما يعود إلى المعاني التي يلاحظها الشرع عند بيان أحكامه والعلماء قد عنوا ببيان طرائق الترجيح وعرفوا طلبة العلم بهذه السبل وبينوا لهم كيف يرجحون بين الأدلة المتعارضة والأقوال المتقابلة ولذلك على الإنسان أن يسعى في تحصيل ذلك ومن لم يكن لديه القدرة على معرفة هذه الطرائق فإنه حينئذ يعود إلى علماء الشريعة الذين يوثق بهم والذين يدلون لإنسان على صحيح الأقوال من ضعيفها إذا تقرر هذا فإن المرجع في ذلك إلى العلماء الربانيين كما قال تعالى وكنوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وهؤلاء العلماء الربانيون لهم صفات متعددة سأذكر لكم عددا من صفاتهم حتى تميز بينهم وبين غيرهم فأول مميزاتهم أنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة فلا يرجعون إلى الآراء المجردة أو ما يسمونه العقول المحضة أو ما ينسب إلى الإلهام والوحي الذي يوحى في نفوس غير الأنبياء فإن هذه الأمور لا يصح التعويل عليها ولا يجوز بناء حكم شرعي عليها وإنما الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وأما الصفة الثانية فهي أنهم يذكرون الناس بالآخرة ويجعلونهم يقصدون الآخرة بأعمالهم ولذا تجد في كثير من الأحكام التي ترد في كتاب الله ربط ذلك بهذا الركن من أركان الإيمان في مواطن كثيرة يقول تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فالإيمان باليوم الآخر ركيزة من ركائز الإيمان تجعل الإنسان يرتبط بشرع الله عز وجل ويعمل لآخرته ولا يقصد الدنيا وقد جاءت النصوص بذن إرادة الدنيا بالأعمال وبياني أن هذه النية تعود على صاحبها بالخذلان وأنها لا تقدم شيئا من قدر الله كما ورد في الخبر من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله ولم ياته من الدنيا إلا ما كتب له منها يقول تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى ومن صفات العلماء الربانيين أنهم يذكرون الناس بالله ويربطونهم برب العزة والجلال بحيث يجعلون قلوبهم تتذلل وتخضع لله وتخاف منه جل وعلا وتحسن الظن في رب العزة والجلال فيرجونهم في الله ويجعلونهم يحبون الله ويقدمون على ما يحبه الله فيكون ذلك من أسباب جعلهم ممن يحبهم الله ويحبونه إنهم ترتبطت القلوب برب العزة والجلال صلحت الأحوال واستقامت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولذا كان من شأن الراسخين في العلم أنهم يقولون ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ومن شأن هؤلاء العلماء الربانيين أنهم يحسنون الخلق مع الخلق ولا يتكبرون عليهم ولا يترفعون عنهم ومن شأنهم أن يحبوا الخير للآخرين وأن يسعوا في جلبه إليهم وليس من شأنهم أن يتركوا التجارة والتكسب فقد كان أئمة الإسلام يتكسبون ويتجرون ولكنهم في تجارتهم وفي أعمالهم ينون بذلك أن يستعينوا بهذه الدنيا على الأعمال التي تقربهم من الله وترضي الله جل وعلا عنهم وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات الآية وقال جل وعلا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فهذه الآية نزلت في رفع ما كان واجبا في أول الإسلام من قيام الليل وكان من أسباب رفع هذا الوجه أن الله جل وعلا علم أنه سيكون في هذه الأمة تجار يتجرون يبتغون من فضل الله من الكسب والتجارة فكان ذلك من أسباب التخفيف على العباد في هذا الحكم ومن الآداب التي ينبغي بطالب العلم أن يلازمها أن يكثر من دعاء الله وتضرع بين يديه وليكن من دعائه ما أمر الله به نبيه وأتباعه في قوله وقل رب زدني علما ويسأل العبد ربه العلم النافع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من أربع منها علم لا ينفع ومن آداب العلم أن يعمل الإنسان بذلك العلم الذي تعلمه ليكون ذلك من أسباب زيادة علمه وثبات ذلك العلم عنده فإن الله جل وعلا يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ويقول جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ويقول جل وعلا عن شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ولذا فإن من عمل بعلمه أورثه الله علم ما لم يعلم فضلا منه جل وعلا ومن الآداب التي يحسن بطالب العلم أن يلتزمها أن يتخلق مع الناس بالخلق الفاضل ليكون هذا من أسباب اقتداء الناس به وسيرهم على طريقته فإن الإنسان متى أحسن إلى الآخرين كان ذلك من أسباب استجابتهم لما يكون عنده من علم ومن أسباب اقتدائهم به فيما يؤديه من عمل صالح وقد جاءت النصوص بالترغيب في الإحسان إلى عباد الله قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ويقول جل وعلا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته وقد جاءت النصوص بالترغيب في إحسان التعامل مع الخلق وإطابة القول واللفظ معهم قال تعالى وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُواً مُّبِيْنًا وقال جل وعلا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وقال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضًا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وهكذا يحرص الإنسان على التخلق بالأخلاق الفاضلة التي يكسب الإنسان بها الدرجات العالية كما قال صلى الله عليه وسلم إن من خياركم وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا وقد ورد في السنن أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وإن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم في نصص كثيرة ترغب في حسن الخلق ومن آداب طلب العلم أن يعود الإنسان نفسه على الصبر على أذى الآخرين فإن الأنبياء عليهم السلام قد تعرضوا لأنواع كثيرة من الأذى من أقوامهم وهكذا أتباعهم فإن العلماء ورثة الأنبياء وليس ميراثهم مكتصراً على العلم فقط بل سيرثون منهم ما يتعرضون له من الأذى ويرثون منهم الصبر على ما يعرض لهم ولذا وردت النصوص الكثيرة المتتابعة ترغب في الصبر وتحث عليه وتبين الآجر العظيم الذي يكون لأصحابه كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وكما قال جل وعلا والذين صبروا لنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذه أربع علامات على فوز الإنسان متى اتصف بها؟ كان حينئذ من الفائزين الناجين من الخسارة أولها الإيمان والإيمان يشمل جميع الأقوال والاعتقادات والأفعال التي ترضي رب العزة والجلال ولذا لا زالت كلمة أهل العلم في تفسير الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ثم ذكر جزء من أجزاء الإيمان ألا وهو العمل الصالح فإن الأعمال الصالحة جزء من أجزاء الإيمان فهذا من عطف الخاص على العام والعمل الصالح يكون كذلك متى كانت النية خالصة فيه لله لنيل الآخرة وكان العبد فيه سائرا على طريقة الشرع مهتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأما الخصلة الثالثة فهي التواصي بالحق والتواصي بالحق جزء من أجزاء الأعمال الصالحة والمراد بذلك دعوة الخلق إلى الله جل وعلا ودعوة الخلق إلى الله من أحسن الأعمال قال تعالى ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين وقد أمر الله جل وعلا بالدعوة إليه قال سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فكل من كان سائراً على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسر عليه في الدعوة إليه جل وعلا والدعوة إلى الله لا تقتصر على أن يكون الإنسان ملقياً للمحاضرة أو ملقياً للدرس العلمي بل الكلمة الطيبة وصف معالم دين الله ترغيب الواحد من الناس في عمل صالح من صدقة أو صلاة أو وتر أو كلمة جميلة أو خلق فاضل هذا من الدعوة إلى الله جل وعلا ومن التواصي بالحق وأما الخصلة الرابعة وهي جزء من الثالثة فهي التواصي بالصبر فإن الصبر جزء من أجزاء الحق الذي يتواصى به وكما ذكرت أن دعاة الحق في كل زمان يتعرضون لشيء من الأذى مرة يتهمونهم باتهامات الافتراء والكذب ومرة يحاولون صد الناس عن دعاة الحق ومرة يشوهون سمعتهم بالحيل الكاذبة التي يستجرون بها دعاة الحق ولذا على الإنسان أن يعود نفسه حسن التعامل مع هؤلاء الذين يريدون صد الخلق عن دين الله وانظر لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف آذاه قرابته وحاولوا صد الناس عنه ولم يتركوا طريقا من طرق الأذى إلا وسلكوها مع المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنة الله جارية في الكون أن الدعاة إليه تكون لهم العاقبة الحميدة دنياً وآخرة ينصرهم الله ويرفع درجاتهم ويعزهم ويجعل لهم المكانة العالية في نفوس الناس وانظر لقول الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وانظر لقوله جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقوله سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ولكن ذلك مربوط بنصر دين الله والقيام معه والدعوة إليه كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وكما قال جل وعلا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوِي الزَّكَاهِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَكَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِ اِرْتَظَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تُعْلَمْ أَنَّا مِنْ خَصَائِصِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ يُصَدِّقُونَ بِوَعْدِ اللَّهِ ولا يتشككون فيه أدنى شعرة فإن من خاصية أهل العلم أنهم يحسنون الظن في الله جل وعلا ومن إحسان الظن فيه تصديق وعده جل وعلا فإن الله صادق ومن أصدق من الله قيل وهو سبحانه قادر فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وقد وعد الله ووعده حق وصدق ولا يمكن أن يتخلف وعده ولذا لما ذكر الله جل وعلا أصناف الناس ذكر من أصناف أهل الحق أنهم يصدقون بالحسن أي بوعد رب العزة والجلال كما قال تعالى إن سعيكم لشتاء فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى وقال تعالى وجعلنا منهما إمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أن يجزمون بآيات الله فهم يصدقون الله ويصدقون وعده وبالتالي كان ذلك من أسباب جعلهم أئمة في دين الله سبحانه وتعالى ويكون هذا من أسباب فهم كتاب رب العزة والجلال فكلما ازداد يقين العبد بوعد الله ازداد فهمه لكتاب رب العزة والجلال وشاهد هذا قوله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم الذين يهتدون بالكتاب هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هذه الصفات التي ذكرت في هذه الآية هي الصفات التي تعين العبد على فهم كتاب الله وعلى الاهتداء بما أنزله الله من وحي الكتاب ووحي السنة ولذلك على العبد أن يتصف بها ليكون ممن أعطاه الله جل وعلا فهم كتابه وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي قدرة تميزون بها وتفرقون بها بين الحق والباطل وبين الراجح والمرجوحة ومن هنا فعل الإنسان أن يكون من أهل التقوى والتقوى أمر قلبي يؤثر على جوارح الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا والتقوى تبنى على خمسة أركان تبنى على خمسة أركان أولها مخافة رب العزة والجلال فإن الخوف من الله من أعظم العبادات كما قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان وكما قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما الصفة الثانية فهي تصديق وعد الله وعدم التردد أو التشكك فيه فإن اليقين بصدق الله جل وعلا من أعظم ركائز التقوى وأما الأمر الثالث فهو ومن الثاني حسن الرجاء في الله جل وعلا بحيث يكون الإنسان راجيا للخير من ربه جل وعلا وأما الأمر الثالث فهو استشعار مراقبة الله جل وعلا واطلاعه على أحوال الإنسان حتى أحواله القلبية كما قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وكما قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وكما قال واصفا نفسه يعلم السر وأخفى وقال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأما الأمر الرابع فمحبة الله جل وعلا ومحبة ما يحبه الله كما قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية إذا تقرر هذا فإنه متى كانت التقوى عند العباد كان ذلك من أسباب رفع درجاتهم عند الله ومن أسباب دخولهم الجنان كما قال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات ونهر في نصوص كثيرة تبين أن المتقين في الجنان قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ثم ذكر بعد ذلك شيئا من صفاتهم التي هي أفعال لهم فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين إن التقوى كما يكون لها الأثر الحميد في الآخرة فلها أثر حميد في الدنيا لكن العبد لا يقصد الآثار الدنيوية وإنما تأتيه تبعا فتأتيه الدنيا تبعا كما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وكما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وكما قال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وكما قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض في نصوص كثيرة ترغب الناس في تقوى الله وتبين لهم الآثار الحميدة لهذه التقوى والناظر في تاريخ هذه الأمة من عهد النبوة إلى عصرنا الحاضر يجد أن الناس متى اتقوا الله جل وعلا كان ذلك من أسباب صلاح أحوالهم في الدنيا يرغد الله عليهم في معايشهم وينصرهم الله على أعدائهم ويجمع الله كلمتهم ويؤلف ذات بينهم كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الآية وكما قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ولا يمكن أن يكون عند الناس تقوى إلا بأن يكونوا قد ترسموا العلم وساروا عليه وبالتالي فأول صلاح للأمة بعد توحيد الله وإفراده بالعبادة يكون بالعلم ونشره في الأمة ومن هنا فإن من وسائل نشر العلم هذه الحلقات العلمية التي تقام في بيوت الله ويترتب عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل فهنيئا لمن جعل من وقته جزءا في طلب العلم يسعى بذلك إلى أن ينال رضا الله والأجر الأخروي وهنيئا لأولئك الذين يرتبون أمر هذه الحلقات العلمية ما أعظم أجرهم وما أكثر ثوابهم ومن كان سببا في خير كان له مثل أجر من عمله كما ورد في النص قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم من دل على هدى فله مثل أجر من عمل به فجزى الله القائمين على هذه الحلقات العلمية في بيت الله الحرام في المسجد الحرام جزاهم الله خير الجزاء وبارك في جهودهم أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يجزيهم خيرا وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم هذا وأسأل الله جل وعلا لكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا هنيئا ورفعة درجة في الآخرة وعلو منزلة فيها ورفقة محمد صلى الله عليه وسلم ورزقا هنيئا ورزقا هنيئا ورزقا هنيئا ورزقا هنيئا ورزقا هنيئا